للتخمير في عدة طرق سأختار ثلاث طرق منهم السوم والطمر والزبيب كوب ونص من الدقيق الشعير الكامل أو القمح الكامل يعني ما لدينا خالة والماء الساخن للكوب نص دقيق واحد كوب ماء ساخن سأستخدم كوب ونص من الدقيق وقسمهم إلى الطمر والزبيب والسوم يعني سأعمل ثلاث مقادير ولكن سأعجنهم مع بعض وبعدين أقسمهم مع بعض يجب تقليب المكونات جيد وتقريبا كوب واحد ما يحتاج لازم تكون مثل هيك نحركها جيد مكونات مثل هيك لازم تكون رخوة سأقوم توزيع كوب ونص دقيق على ثلاثة أنتو أعملوا يعني ممكن تعملوا أنتو عيار واحد سلس الكمية هادي حوالي عشر حبات سبيب من قطعهم إلى نص فن ثلاثة سنان سوم نعمل فيهم سكوب في السوم أو نعملوا لنص فن والطمر ثنتين أو ثلاثة صغار نرفع النوى منهم وإذا أصبحوا جهازين نحرك الخليط مع بعض وبنغطيهم هيك غطيناهم محكمين وبنوضحهم في المطبخ في نملية المطبخ تكون مكان عتم يعني يكون مكان مظلم يكون مهم يكون يكون المكان مظلم أي نملية بعد 24 ساعة يحتاج الزبيب مثل ما أنتم شايفين 24 ساعة أخرى يحتاج الزبيب يعني 48 ساعة محتاج الزبيب وقت ولكن الطمر جاهز للاستخدام يعني شايفين كيف الفقعات هو جاهز للاستخدام أما السوم محتاج 72 ساعة السوم هذا السوم محتاج 72 ساعة وهذا الزبيب وهذا الطمر يعني هذا الطمر يوم والزبيب يومين والسوم ثلاثة أيام يعني أفضل شيء هو الطمر هو أسرع وأفضل بنوضحهم في وعاء أنتوا استخدموا نوع واحد فقط استخدموا الطمر أفضل بنوضع الحبوب الكاملة الدقيق كمية هي اختيار الكمية حسب الرغبة والماء بنضيف الماء حسب الحاجة يعني بالعين بنعجين جيد حتى لا تلسق باليد ولكن أنا ما وضعت ملح أنت وضعه ملح بالنسبة للخبز هذا حوضعه الرابط تحت في صندوق الوصف هذا خبز كثير صحي نعملها المهم تكون ما تلزق باليد العجنة بنعجينها جيد وبنقطعها مثل ما احنا بنحب بنقطعها بالشكل اللي احنا بنحبه ولكن أنا حبيت أفرجيكم على السريع كيف ما كان ممكن تعمله بشكل عشوائك زي ما بدكم قسموها ندهن ممكن ماء بنوضع سمسم بندهن أو بيض بنوضع الشفان ممكن نوضع الزيت والزعتر نترك الخبز في مكان دافئ لمدة ساعتين وبنغطي وبنحمل الفرن مثل ما بنخبز أي خبز بنخبزه يعني نشغل الفرن من الأعلى ومن الأسفل على أعلى درجة وبنوضع الخبز وهيك أصبح جاهز هذا خبز القمح دايما والشعير مش مثل الخبز الأبيض هو صحي ولكن ما بنتفخ كتير مثل الخبز الأبيض والخميرة أيضا ما بتنتفخ كتير مثل الخميرة الصناعية معمولة هذه خميرة طبيعية كما ترون وكتير روعة وصحة جدا للناس اللي عندها مشاكل مع الخميرة الصناعية انتظرونا بوصفات كتير جديدة فيها مال الله